السلام عليكم اليوم راح نتكلم معاكم عن الفنجر انواع الفنجر نزيل تكلمني عن سبلت راح نتكلم عن الفنجر الفنجر كيف توصل تروح الى منيو منيو رغم واحد مثل ما قلنا تختار سبلت انت فنجر راح تشوفني لما تفتح معاك صفحة نية مكتوب لك فينجر تايب تضغط عليها تفتح لك صفحة هاي صفحتين فيها انواع الفنجر طبعا انا اخترتها حين اول واحد نبدأ بالسنجل فنجر سنجل فنجر شو معناته بس لازم حد الناس معينين يعرفون يعني او انك لازم تعلمين انك انت العادة تعزف على ثلاث كوردات عشان يطلع لك الكورد الصح السنجل لا لازم تعزف على كورد واحد يطلع لك اللي هو عن الثلاثة يعني شوف احينة اذا عزفت اي ماينر ما يطلع لك صح شوف شوف كيف اسمع الفرق عن الفنجر شوف اي ماينر لك اليوم تي على السنجل فانتو كيف تعرف ان هاي مساهلين في ناس يحبون يحزفون علي فينقر واحد وتمشي معك اي ماينر بس لازم تعرف اي تختار منه وساعات تختار مع الفنجرين ثنينة يعطيك كورد. زين? في ناس تحب مثلا تعزف. مثلا ما نحط آآ لاتين مثلا. على كورد واحد. شوف. لكن ذا يد عزف اي ماينر. شوف غلط يعطيك موش نفس اللي انت تعزف على الفينجر. عرفتوا شو معنات السينجل السينجل مساهلين عليك انك تعزف ثلاث كوردات على كورد واحد. نزيل. نختار الثاني اللي هو المالتي. المالتي شغله حلو. تروم تستخدم السينجل فينجر وتروم تستخدم الفينجر. يعني شوف حين معي هني. حطيت المالتي. شوف. اي ماينر صح. وتقدر تستخدم الون فينجر. سمع؟ هذي اللي هي المالتي. اذا ييت عند الفينجر. كلكم تعرفون ان هي ثلاث كوردات مع بعض ويكون لكورد. طيب شو معنات فينجر اون بيز. شوف. شوف. فينجر اون بيز. نحزف عليه. هذة هذا الفينجر اون بيز. يعني انت بت تعزف عالية اشي. طب فول كيبورد. الفل كيبورد معنات انك انت تعزف ويتحول لك كامل الكيبورد عبارة عن عبارة عن شو يتحول لك يعني كامل يتحول لك شوف يشتغلك كيبورد يعني تقدر تحط مع مع الكورد تحط صوت تعزف صوت مع الكورد شوف اذا ييت عند الصفحة الثانية الاي اي فينقر وفي عندك الاي اي فول فينقر الكيبورد كامل تحول الكيبورد كامل تحول لكورد انا باعزف احيني بايد واحدة شوف ها شوف معي شوف شوف كورد مع كلي كامل يتحول كورد تروم تعزف تعزف بايد واحدة وتحر كورد بايد واحدة هاي اللي هي الخمس انواع او ستة انواع من الفينقر و الى اللقاء مع معلومة جديدة اشتركوا في القناة